نعطيكم العافية طلابي حبايبي صف العاشر ودارس الوطن العربي نرجع لدرس جديد البعد بين نقطة ومستقيم البعد بين نقطة ومستقيم ما معنى البعد؟ البعد هو عبارة عن مسافة عبارة عن طول يعني ما أحكي لك طول ألف باء يعني بعد المسافة بمعنى البعد طبعا إحنا بهمني بالدرس كامل أن معادلة الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم هي ألف سين زائد باصة زائد جيم ويساوي صفر إذن هون كمان عنا معلومة تانية بعد أي نقطة أخذناها الفصل الماضي بعد أي نقطة عن المستقيم هي أقصر مسافة بينهما ويكون عامودي عليه أخذنا هاي المعلومة في وحدة الدائرة نجي مع بعض نشوف قانون بعد النقطة عن مستقيم النقطة سين واحد صاد واحد مستقيم ألف سين زائد باصة زائد جيم ويساوي صفر البعد يعبارة عن القيمة المطلقة القيمة المطلقة ألف سين واحد زائد باصة زائد جيم على الجذر التربيعي لألف تربيع زائد با تربيع طبعا هذا القانون لازم لكل يكون عندي حافظه اللي هو ألف سين واحد زائد باصة واحد زائد جيم على جذر التربيعي لألف تربيع زائد با تربيع الكل تحت القيمة المطلقة نشوف مع بعض السؤال السؤال جد المطلوب بعد إذن طلب مني بعد لكن بعد إيش نقطة عن مستقيم إذن أنا مجرد ما أشوف السؤال جد بعد نقطة عن مستقيم باستخدم قانون القيمة المطلقة عندي القانون اللي عندكم اللي موجود موجود عندكم هون طبعا أنا رح أكتب القانون أول ما أشوف جد البعد بحكي القيمة المطلقة البعد يساوي القيمة المطلقة ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي ألف تربيع زائد با تربيع نرجع للسؤال السؤال بحكي لي عن النقطة إذن عندي أي نقطة لها إحداثيات سين وصاد النقطة عندي اللي هي اثنين وسالب أربعة إذن سين واحد صاد واحد هي عبارة عن اثنين وسالب أربعة عن المستقيم تلاتة سين زائد أربعة صاد ناقص خمسة يساوي صفر ضروري 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 أنا أجعل معادلة المستقيم تساوي صفر بالبداية أول إشي عندي سين بعدين صاد بعدين الحد الثابت بعدين ويساوي صفر الرقم اللي مع السين نسميه ألف والرقم معامل صاد بسميه با والحد الثابت بسميه جيم إذن صار عندي سين واحد صاد واحد معلوم ألف با جيم معلوم فهي الحالة أنا إش بعمل؟ بعوض بالقانون البعد يساوي عندي هون ألف اللي هي ثلاث ضرب النقطة اللي هي عندي اثنين سين واحد زائد أربعة ضرب صاد واحد سالب أربعة زائد سالب خمسة اللي هي جيم الحد الثاب على الجذر التربيعي ألف تربيع اللي هي ثلاث تربيع زائد أربعة تربيع يساوي طبعا عندي الأولوية بمشي بالأولويات الأولوية للضرب ثم الجمع والجذر التربيعي إذن عندي ثلاث ضرب اثنين ستة زائد سالب ستاش أربعة ضرب أربعة زائد سالب خمسة على برضو عندي الأولوية بالمقام للتربيع الجذر التربيعي للتسعة لثلاث تربيع ثلاث ضرب ثلاث تسعة زائد أربعة ضرب أربعة ستاش يسال يسال 6 ناقص 16 سالب 10 ناقص 5 على الجذر التربيعي للـ 25 سالب 10 وسالب 5 سالب وسالب سالب وبجمع سالب 15 على الجذر التربيعي للـ 25 إذن هون شو بعمل بقسم 15 على 5 يساوي عندي القيمة المطلقة للسالب 3 القيمة المطلقة للسالب 3 تساوي موجب 3 طبعا صار عندي هون البعد يساوي موجب 3 وحدات 3 وحدات ليش أضافوا للبعد قيمة مطلقة أضافوا للبعد قيمة مطلقة لأن البعد أو المسافة لا يمكن أن يكون سالب لا يمكن أن يكون سالب السلام عليكم يلا نرجع نسوي كمان سؤال جد بعد النقطة دال عن المستقيم الذي معادلته عندي إذن طلب مني بعد نقطة عن مستقيم إذن أنا رح أستخدم قانون البعد أنا عرفت مفتاح الحل اللي هو قانون البعد شو قانون البعد ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي ألف تربيع زائد با تربيع طيب نجي مع بعض على جنب نشوف مين ألف واحد مين سين واحد مين صاد واحد مين ألف مين با طبعا سين وصاد هي النقطة إذن عندي سين واحد تساوي سالب واحد صاد واحد تساوي أربعة عندي المعادلة أخذ المعادلة لازم أصفر المعادلة ورتبها إذن أنا خمسة صاد رح أشتغي فيها هون شوي اطنعاش رح أنقل أول إشي اطنعاش إذن كله يأتي ناقص اطنعاش بسين ناقص سبعة ناقص اطنعاش بسين ناقص سبعة عشان أصفر المعادلة إذن أنا بالبداية لازم أجهز عندي معادلتي صارت سالب اطنعاش سين بعدين عندي صاد زائد خمسة صاد بعدين الحد الثابت ويساوي صفر فهي الحالة أنا بقدر أستنتج ألف إذن عندي ألف معامل سين با معامل صاد جيم عندي الحد الثابت وبعوض في قانوني يساوي ألف سالب اطنعاش ضرب سالب واحد ألف سين واحد بعدين با زائد خمسة ضرب صاد واحد أربعة بعدين عندي زائد اللي هي عندي سالب سبعة على الجذر التربيعي لألف تربيع اللي هي سالب اطنعاش تربيع زائد با تربيع اللي هي خمسة تربيع الأولوية عندي للضرب وللتربيع إذن عندي ضرب وعندي تربيع سالب 12 ضرب سالب 1 موجب 12 زائد 5 ب 4 20 ناقص 7 على جذر 144 زائد 25 يساوي عندي الأولوية هون من اليمين لليسار 12 زائد 20 32 ناقص 7 على جذر 169 اللي هي 4 زائد 5 9 4 زائد 2 6 و 1 يساوي 32 ناقص 7 25 جذر 13 13 ويساوي لأنه قيمة مطلقة دائما القيمة المطلقة ما بداخل القيمة المطلقة موجب ما بداخل القيمة المطلقة موجب أعطيكم العافية طبعاً إحنا لساتنا في درس البعد بين نقطة ومستقيم نشوف الفكرة الثانية عندي الجزء الثاني من الدرس أو الفكرة الثانية من الدرس إذا أعطاني مستقيمين مستقيمين جد بعد المستقيمين عن بعضهم البعض يعني بطل نقطة ومستقيم لكن أنا لازم أوجد نقطة بعدين أشوف نقطة مع مستقيم بسمي المستقيم الأول لام بسمي المستقيم الثاني كاف إذن عندي مستقيمين بسمي الأول لام وبسمي الثاني كاف إذن أول خطوة سميت المستقيمين الخطوة الثانية نوجد ميل كل مستقيم نوجد ميل كل مستقيم إذن عندي ميل لام يساوي اثنين معامل سين لأنه عندي معادلة خط مستقيم معامل سين هو الميل عندما صاد تكون من موضوع القانون نجي هون نعمل صاد موضوع القانون عشان نشوف بس الميل إحنا ما نطلع الميل إذن عندي ناقص اثنين صاد يساوي سبعة ناقص أربعة سين على سلب اثنين على سلب اثنين على سلب اثنين طبعا إحنا الميل فيما سبق أخذنا كيف نوجد الميل إذن صار عندي ميل كاف يساوي اثنين اللي هو معامل سين يا ترى إذا كان الميلين متساويين فما شكل المستقيمين المستقيمين متوازيين نرسل مع بعض المستقيمين هذا لام وهذا كاف إذن المستقيمين متوازيين لأن الميل متساوي لكن إحنا إذن أول شي عملنا ما سمينا المستقيمين ثاني خطوة أوجدنا ميل كل مستقيم الخطوة الثالثة شوف شوف راح أعمل راح أستخرج نقطة من المستقيم لام بفرض سين تساوي صفر إذن هون أستخرج نقطة من المستقيم لام بفرض سين تساوي صفر صاد تساوي اثنين سين زائد خمسة صاد تساوي اثنين ضرب صفر زائد خمسة لأنني أنا فرضت أنه سين تساوي صفر إذن صاد عندي صارت خمسة وبالتالي أنا أخذت نقطة من المستقيم اللي هي صفر وخمسة إذن المستقيم لام أخذت منه نقطة أربعة لرابع خطوة نستخدم قانون البعد بين نقلنا نقطة صفر وخمسة والمستقيم كاف تعالوا نشوف مع بعض كيف رح نعمل إذن عندي صفر وخمسة هي سين واحد صاد واحد نجري المستقيم كاف هاي المستقيم كاف عندي هون رح أنزله أربعة سين ناقص اثنين صاد لازم أصفر بالمرة أنا رح أصفر ويساوي صفر نقلت السبعة وصفرت صارت عندي هاي ألف هاي با هاي جي وإحنا حددنا سين وصاد إذن البعد يساوي قانون البعد بلكتب مع بعض قانون البعد ألف سين واحد زائد با صاد زائد جي على الجذر التربيعي لألف تربيع زائد با تربيع نعوض اللي هو أربعة ضرب صفر زائد سالب اثنين ضرب خمسة ناقص سبعة على الجذر التربيعي لأربعة تربيع زائد سالب اثنين تربيع طبعا أنا رح أكمل بصفحة هنا تانية يساوي الأولوية عندي للضرب أربعة ضرب صفر صفر أربعة ضرب صفر صفر ناقص عشرة ناقص سبعة على جذر ستاش زائد أربعة يساوي سالب عشرة وسالب سبعة سالب سبعتاش على جذر العشرين يساوي تحت القيمة المطلقة سبعتاش على جذر العشرين وهيك أنا أنهيت عندي اللي هي وحدة وأنهيت عندي البعد ناخذ كمان السؤال على لما يكون عندي مستقيمين المطلوب البعد بين مستقيمين خلص بما أنه حكا لمستقيمين متوازين صار عندي سهل طب منس ليش إحنا منستخدم مستقيمين متوازين مش متعامدين متعامدين يلتقيان عند نقطة إذن أنا ما بقدر أوجد البعد إلا عن مستقيمين متوازين البعد ما بزبط إلا مستقيمين متوازين إذن هون ريحني من خطوة كمان ريحني من خطوة ثانية مسميلي المستقيم الأول لام ومسميلي المستقيم الثاني كاف إذن إذن أنا رح أنتقل للخطوة الثالثة الخطوة الثالثة بتحكيلي إني أستخرج نقطة من اللام بفرض سين تساوي صفر إذن هون رح أفرض سين تساوي صفر ثلاث ثرب صفر ناقص أربعة صاد يساوي اتناعش صفر ناقص أربعة صاد تساوي اتناعش تقسيم سالب أربعة تقسيم سالب أربعة إذن صاد تساوي سالب ثلاث إذن أنا استنتجت النقطة صفر وسالب ثلاث مين هاي سين واحد صاد واحد طيب نجي مع بعض المستقيم كاف لا مت جاهز عندي أنا لازم أجهزه أول إشي سين مع معاملها سالب ست سين صاد مع معامله بعدين بنقلي الخمستاش ناقص خمستاش يساوي صفر بحدد هاي ألف هاي باع هاي جيم وعلى قانون البعد ألف سين واحد زائد باع صاد واحد زائد جيم على جذر ألف تربيع زائد باع تربيع بعوض بالقانون عندي سالب ست ضرب صفر اللي هي ألف وسين زائد تمني ضرب سالب ثلاث زائد سالب خمستاش اللي عندي يجيب على الجذر التربيعي سالب ست تربيع زائد ثمانية تربيع يساوي الأولوي للضرب صفر ناقص ثمانية ضرب ثلاث أربعة وعشرين ناقص خمستاش على جذر ستة ثلاثين زائد أربعة وستين يساوي سالب طبعا سالب 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 وبجمع أربعة وخمسة تسعة اثنين واحد ثلاث على جذر المية ويساوي تسعة وثلاثين على عشرة وحدة أو وحدات اللي هو اللي هو عندي البعد نيجي لأسئلة الدرس اللي تتعلق عندي بالأفكار اللي إحنا حاليناها بحكي لي جد بعد بعد النقطة بهمني أنا من السؤال النقطة سالب خمسة واربعة عن المستقيم الذي معادلته صاد تساوي اطناش طبعا أنا من كلمة بعد بكتب قانون البعد البعد يساوي الف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على جذر الف تربيع زائد با تربيع طبعا القيمة المطلقة لجميع القيمة اللي عندي عندي هون هاي سين واحد صاد واحد عندي ترتيب المعادلة مش لك لأنه صفر ضرب سين مش موجودة صفر زائد صاد ناقص اتناش يساوي صفر لأنه سين عندي مش موجودة فمعاملها هو اللي صفر إذن عندي ألف صفر با واحد جيم سالب اتناش أنا عود صفر ضرب سالب خمسة زائد واحد ضرب اربعة زائد سالب اتناش على الجدر التربيعي لصفر تربيع زائد واحد تربيع يساوي صفر ضرب خمسة سفر نوجب اربعة ناقص اتناش على جدر الواحد تربيع اللي هي واحد يساوي سالب اربعة اتناش ناقص اربعة ثمانية على واحد يساوي موجب ثمانية وحدات طب خلينا نشوف سؤال اثنين سؤال اثنين رح يكون عندكم واجب بتمنى انه الاغلب يحل الواجب ويبعتلي وبعتلي عنه صورة سؤال ثلاث كمان بدي اياه واجب رح يكون عندكم سؤال اربعة رح يكون واجب سؤال خمسة يعطيكم العافية رح احل معكم انا طبعا عطينا سؤال اثنين ثلاث اربعة كان واجب سؤال خمسة صفحة ثمانية وخمسين سؤال خمسة صفحة ثمانية وخمسين جد بعد النقطة ستة سالب واحد اذا المطلوب عندي بعد اذا رح استخدم قانون البعد عن النقطة اعطاني النقطة اللي عندي ستة وسالب واحد عن المستقيم الذي ميله عن المستقيم المار بالنقطة اذا عندي المستقيم مار بالنقطة واحد وسال باثنين وميله ثلاث على خمسة اكي السؤال اذا انا في قانون البعد بحاجة الى نقطة ومستقيم انا بحاجة الى نقطة ومستقيم اذا انا رح اجهز المستقيم اللي عندي مستقيم يمر بنقطة وميل مستقيم يمر بنقطة وميل اذا عندي قاعدة عشان اطلع معادلة المستقيم صاد ناقص صاد واحد يساوي الميل في سين ناقص سين واحد لا التوضيح هذه الصورة العامة لمعادلة مستقيم معلوم ميله ويمر بنقطة اذا هاي الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم الذي معلوم نقطة وميله عندي سين واحد صاد واحد وعندي الميل عندي ثلاث على خمسة صاد ناقص سالب اثنين يساوي ثلاث على خمسة سين ناقص واحد صاد زائد اثنين يساوي بوزع ثلاث على خمسة طبعا سالب وسالب موجب ثلاث على خمسة سين ثلاث على خمسة ناقص واحد او ضرب سالب واحد سالب 3 على 5 ناقص 2 ناقص 2 ركزوا معي عندي هون توحيد مقام عندي هون توحيد مقام صاد تساوي 3 على 5 طبعا رح أضرب في 5 على 5 سالب 3 سالب 3 سالب 10 صارت عندي سالب 13 على 5 هيك أنا طلعت معادلة الخط المستقيم الذي ميله 3 على 5 ويمر بالنقطة 1 سالب 2 نرجع لدرسنا درسنا بحكي لي أنه لازم أنا أصفر المعادلة فأنا رح أنقل صاد عندي لا سهولة رح أنقل صاد رح تصير عندي 3 على 50 ناقص صاد ناقص 13 على 5 سالب 0 وبالتالي أنا رح أقدر أستخدم قانون البعد المطلوب المطلوب مني قانون البعد البعد يساوي ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على جذر التربيعي ألف تربيع زائد با تربيع من سين واحد من صاد واحد من ألف من با من جيم سين واحد صاد واحد النقطة اللي بعد كلمة البعد إذن عندي هون جيت بعد مين النقطة إذن هاي النقطة لقانون البعد أما النقطة هاي لقانون المستقيم تمام وعندي ألف وبا وجيم عندي ألف معامل سين با معامل صاد اللي هو رح يكون عندي سالب واحد وجيم اللي هي عندي سالب 13 على 5 أنا اضطرت أحل معكم السؤال هذا فيديو لأنه عندي كسور وتوحيد مقام بعود تعويض مباشر عندي ثلاث على خمسة ضرب ستة زائد سالب واحد ضرب سالب واحد زائد سالب 13 على خمسة اللي هي جين على الجذر التربيعي الألف ثلاث على خمسة تربيع زائد البا سالب واحد تربيع يساو لو لوي طبعا للضرب ثلاثة ضرب ستة ثمنطعش على خمسة زائد سالب واحد في سالب واحد هي واحد سالب 13 على خمسة على الجذر التربيعي تسعة على خمسة وعشرين زائد واحد طيب نيجي عندنا الأولوية عندي هون الأولوية من اليمين لليسار إذن هون رح أضرب بس الواحد في خمسة وأعملهم بس واحد ومقام واحد ثمنطعش زائد خمسة ناقص ثلاثة على خمسة الكل على خمسة على جذر طبعا هون عندي برضو توحيد مقام ضرب خمسة وعشرين على خمسة وعشرين صارت عندي تسعة زائد خمسة وعشرين أربعة وثلاثين على خمسة وعشرين خمسة وعشرين وخمسة ثلاثين بيظل عندي أربعة أربعة وثلاثين نكمل عندي جزء هون تمنطعش زائد خمسة تمنطعش زائد خمسة عندي تلاتة وعشرين ناقص تلاتة وعشرين ناقص تلاتة عشرين على خمسة على هذا كسر كامل جذر الأربعة وثلاثين بضلة زي مهيل انه ما الى جذر على خمسة اللي هي مين جذر الخمسة وعشرين مقام المقام روحوا مع بعض شايفين كيف يساوي ثلاثة وعشرين ناقص ثلاثة عشرة على جذر أربعة وثلاثين وبالتالي البعد صار عندي جذر عشرة على جذر أربعين أربعة وثلاثين وحدات سؤال ستة صفحة ثمانية وخمسين سؤال ستة صفحة ثمانية وخمسين سؤال ستة بحكيه لي نجي مع بعض جت بعد النقطة إذن بعد النقطة يعني النقطة هاي لقانون البعد عن المستقيم المار بنقطتين إذن ناخد مع بعض الاشي المهم عندي بعد قانون البعد النقطة خمسة وواحد عن المستقيم الذي يمر بنقطتين مستقيم يمر بنقطتين اثنين وصفر وأربعة وسالب ستة تعال مع بعض أولا أجهز المستقيم اللي عندي إذن أنا قانون البعد عبارة عن بعد نقطة عن مستقيم نجهز مع بعض المستقيم إذن عندنا مستقيم يمر بنقطتين نوجد الميل إذن أول خطوة نوجد الميل من دلتصاد على دلتسي ويساوي سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين يساوي سالب ستة ناقص صفر وأربعة ناقص اثنين سالب ستة على اثنين يساوي سالب ثلاث أنا طلعت الميل رح أختار النقطة اللي هون على قانون المستقيم الذي يمر بنقطة وميله إذن معلوم عندي نقطة وميل المعادلة العامة ساد ناقص صفر يساوي الميل سالب ثلاث سين ناقص اثنين بوزع سالب ثلاث كالعادة صاد تساوي سالب ثلاث سين سالب ثلاث بسالب اثنين هي موجب ستة لكن أنا هون وصلت لمعادلة المستقيم لازم أصفر المعادلة باش أعمل رح أفوض صاد صاد عليهم سير عندي سالب ثلاث سين ناقص صاد زائد ستة يساوي صفر وبالتالي أنا بقدر أني أعوض على قانون البعد البعد يساوي قانونه ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي ألف تربيع زائد با تربيع يساوي منعوض تعويض مباشر عندي ألف اللي هي هاي سالب ثلاث با سالب واحد جيم ستة سين واحد صاد واحد اللي هي النقطة اللي مباشرة كلمة بعد النقطة إذن هاي النقطة لقانون البعد إذن عندي هون سالب ثلاث ضرب خمسة زائد سالب واحد ضرب واحد زائد ستة على الجذر التربيعي سالب ثلاث تربيع زائد سالب واحد تربيع طبعا أنا صرت شوي سريعة بالشرح لأنه على ما أظن الأغلب خلص يعني فيهم سالب خمسة زائد سالب واحد زائد ستة على جذر تسعة زائد واحد يساوي سالب خمسة وسالب واحد سالب ستة زائد ستة على جذر عشرة ويساوي سالب ستة زائد ستة هي سالب سالب أحد سالب عشرة آسف سالب عشرة على جذر عشرة ويساوي عشرة على جذر عشرة واحد وبالتالي وصار عندكم واصل سؤال ستة سؤال تسعة سؤال سبعة واجب سؤال ثمانية واجب تمام سؤال سبعة وثمانية واجب وبعدين رح ان شاء الله انزلكم صور عن حل الواجب سؤال تسعة ركزوا معي كثير سؤال تسعة سؤال تسعة شوف شو المطلوب جد جميع قيم الثابت نون التي تجعل بعد النقطة اذا عندي كلمة بعد رح استخدم قانون البعد النقطة ثلاثة نون عن المستقيم الذي معادلته خمسة سين اثنين وحدة هاي لمن هاي اثنين لمن هاي هي البعد هي البعد اذا طلب بحكي لي بعد ونقطة ومستقيم واثنين وحدة اذا رح استخدم قانون البعد لإيجاد المجهول لإيجاد المجهول نون البعد يساوي ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي ألف تربيع زائد با تربيع طبعا عندي النقطة سين واحد صاد واحد عندي اجهز المعادلة خمسة سين زائد اثناش صاد زائد خمسة وثلاثين يساوي صفر انا جهزت عندي المعادلة حاليا انا بدي اعوض مين هي البعد البعد اثنين وحدة اذا تحت البعد رح اعوض اثنين يساوي الف خمسة با اتناعش جيم خمستاش خمسة ضرب تلات زائد اتناعش ضرب نون زائد خمسة وثلاثين على الجذر التربيعي خمسة تربيع زائد اتناعش تربيع اللي هي الف اثنين تساوي قيمة المطلقة خمستاش زائد اتناعش نون زائد خمسة وثلاثين على جذر خمسة وعشرين زائد مية واربعة واربعين اثنين تساوي رح اجمع خمستاش مع خمسة وثلاثين اللي هي صارت عندي خمسة وخمسة عشرة خمسين زائد اتناعش نون على هاي جذر مية وتسعة وستين ويساوي ثلاثة عشر ركزوا معي عندي بالخطوة هاي ركز معي بالخطوة اللي عندي هاي عندي هون ما بداخل القيمة المطلقة اما موجب او سالب البعد موجب فانا بختار الموجب دائما للبعد اما ما بداخل القيمة المطلقة اما موجب او سالب اذا عندي قيمتين ما بداخل القيمة المطلقة اما بحكي موجب خمسين زائد اتناعش نون على ثلاثة عشر يساوي اثنين تمام او سالب خمسين زائد اتناعش نون على ثلاثة عشر يساوي اثنين شايفين كيف اذا ما بداخل القيمة المطلقة اما موجب او سالب طبعا انا شوف كيف راح احل السؤال عندي هون موجب راح يكون الطرف كامل موجب خمسين زائد اتناعش نون يساوي اثنين راح اضرب ضرب تبادلي ضرب ثلاثتاش وحل المعادل عندي ناقص خمسين ناقص خمسين اتناعش نون يساوي اتنين بتلات ستة وعشرين ناقص خمسين اتناعش نون يساوي ستة وعشرين ناقص خمسين اربعة وثلاثين على اطناش على اطناش طبعا هون سالب نون تساوي سالب اربعة وثلاثين على اطناش نبسطها تقسيم اثنين تقسيم اثنين اربعة وثلاثين تقسيم اثنين اربعة وثلاثين اناسف اربعة وثلاثين تقسيم اثنين رح تكون عندي سبعتاش على ستة بإشارة سالب سالب 50 زائد 12 نون على 13 يساوي 2 طبعا السالب إن كان للبسط إن كان للمقام فهو للكسر كامل وممكن أنا أضرب المعادلة عندي هاي السالب ممكن أقسم على سالب 1 على سالب 1 فبسير إندي 50 زائد 12 نون على 13 يساوي سالب 2 ضرب تبادلي 50 زائد 12 نون يساوي سالب 26 زائد ناقص 50 ناقص 50 12 نون يساوي سالب 76 70 على 12 على 12 نون تساوي سالب 76 على 12 طبعا إحنا لازم نقسم للأخير تقسيم 2 تقسيم 2 76 تقسيم 2 3 76 تقسيم 2 تساوي 37 12 تقسيم 2 6 برضو بتقسم على 2 لأنه الأحاد زوجي عندي 19 على 3 وبالتالي عندي نون تساوي سالب 19 على 3 كم قيمة طلعت معي للنون؟ قيمتين قيمة سالب 17 على 6 وقيمة سالب 19 على 6 هيك خليني أعمل تصوير كامل للسؤال عندك هيك السؤال كامل واضح؟ السؤال مطلوب معكم عاشر اللي هو سؤال عشرة السؤال بيحكي ليه بين الشكل 6 تسعة المستقيم لام هاي المستقيم عندي لام الذي يمثل سكة حديد والنقطة ها التي تمثل محطة حافلات جد بعد بعد المحطة ها عن السكة إذن المطلوب عندي بعد إذن راح أستخدم قانون البعد نجي مع بعض طبعا أنا رسمته بالشكل اللي عندي ها هو عبارة عن إحداثي سيني وصادي مين السين؟ هاضو الجزء سين هاي ثمانية تمام؟ وعندي هون هاي خمسة اللي هو الطول هاي خمسة خمسة وعندي هون ثمانية إذن الإحداث السيني بيجي بالأول بعدين الإحداثي الصادي 8 و 5 المطلوب بعد النقطة هاي عن المستقيم لم عن المستقيم لم طب مثل إحنا المستقيم لم ما عنا معادلته كيف رح أطلع المعادلة إذن عندي النقطة 8 و 5 نجل المستقيم لم عندي معلوم زاوية معلوم زاوية ويمر بالنقطة 0 و 0 إذن معلوم عندي زاوية ويمر بالنقطة 0 و 0 إذن الميل عبارة عن ظل الزاوية 60 ظل الزاوية 60 الميل عبارة عن ظل الزاوية 60 الميل يساوي ظل الستين اللي هي من الجدول جذر 3 لكن بالربع الثاني الظل عندي سالب إذن صار عندي الميل سالب جذر 3 والنقطة 0 و 0 صاد ناقص صاد 1 يساوي ميم في السين ناقص سين 1 صاد ناقص صفر سالب جذر 3 في السين ناقص صفر صاد تساوي سالب جذر 3 سين إذن صار عندي صاد تساوي إذن أنا خليني نرتب المعادلة حسب درسنا إني لازم أنقل واحدة فأنا بدأ أنقل سين عشان تصير الكل موجب ويصير عندي سهل جذر 3 سين زائد صاد يساوي صفر البعد يساوي ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جين على جذر التربيعي ألف تربيعي زائد با تربيع أنا بعود تعويض مباشر سين واحد صاد واحد ألف با طبعا جين قيمتها عندي هون صفر مش موجودة طبعا شي سريعة بشرح لأنه خلص تعودنا على الدرس جذر 3 ضرب ثمانية زائد واحد ضرب خمسة زائد صفر على جذر التربيعي جذر ثلاث تربيع زائد با اللي هي واحد تربيع يساوي جذر ثلاث بثمانية هي ثمانية ضرب هي ثمانية جذر ثلاث زائد خمسة على جذر الجذر بتروح ثلاث زائد واحد جذر الأربعة ويساوي ثمانية جذر ثلاث زائد خمسة على اثنين إذن البعد عندي صار عندي البعد يساوي ثمانية جذر ثلاث زائد خمسة على اثنين لا يمكن أني أجمع أو أقسم لأنه عندي جمع عندي عدد نسبي وعدد غير نسبي واحدا هيك نتطلع مع بعض على السؤال الصفحة كاملة تمام يعطيكم العافية طبعا عندي هون مثال ستة خمسة مثال ستة خمسة نفس طريقة الحل نفس سؤال خمسة نفس سؤال خمسة يعني بشبه طريقة حل سؤال آسفة سؤال عشرة لو سؤال عشرة اللي حلناه هذا السؤال نرجع للمثال مثال ستة خمسة ستة وخمسين بشبه عندي سؤال عشرة ويعطيكم ألف عافية